ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين في بداية الأمر عايزة أتكلم مع حضراتكم عن صدمة من العيار السقيل صدمة كبيرة جدا وورطة بتواجه النادي الأهلي في تجديد ملف علي معلول وأعتقد بعد الكلام اللي حضرتك هتسمعه ده رسميا علي معلول خارج النادي الأهلي الموسم القادم إلا لو حصل جديد في المفاوضات فعايز حضرتك تكمل معي الحلقة للنهاية لأنها حلقة من العيار السقيل وفيها أسرار كبيرة جدا على ملف تجديد علي معلول مع النادي الأهلي رقم واحد النادي الأهلي بيواجه ورطة كبيرة جدا ورطة كبيرة جدا في ملف تجديد علي معلول وعقد علي معلول مع النادي الأهلي النادي الاهلي زي ما احنا عارفين انه هو بيعاني من عجز في الجنب الشمال خصوصا انه ما فيش غير كريم الدبيس اللي كولر مش بيعتمد عليه طول معالي معلول مش مصاب فدلوقتي فيه ازمة في النادي الاهلي وازمة كبيرة جدا عالي معلول مع النادي الاهلي بقاله كتير كتير جدا ويا ما ضح بعقود لكن عالي معلول شايف ان العقد اللي جيله ده من السعودية ده بالنسبة له اخر عقد اخر عقد فبصراحة العقد اللي مقدم لعالي معلول ما يطرفتش الحقيقة ما يطرفتش عالي معلول متقدم له 8 مليون دولار 8 مليون دولار لرحيل عالي معلول عن النادي الاهلي الاهلي طالب 10 مليون دولار اعتقد 2 مليون دولار بالنسبة للسعودية مش رقم مش رقم وممكن السعودية كمان توافق على الكلام ده النادي الاهلي بيسعى خلال الفترة اللي جاية دي لحل ازمة تجديد عقد التنسي عالي معلول خصوصا لانه ركيزة اساسية ومن اهم العناصر في تشكيل النادي الاهلي خاصة في ظل انتهاء عقده مع القلع الحمراء بنهاية الموسيب يعني عالي معلول على فكرة كان المفروض يجدد لأي نادي في يناير اللي فات ولكن ما عملهاش الاهل عايز يجدد له لانه عقده بينتهي بنهاية الموسيب موقع صدى البلد علم ان عالي معلول رفض عرض النادي الاهلي لتجديد عقده لموسيب واحد بالمقابل المادي الذي عرضه النادي على اللاعب او لمدة موسيبين مع قبوله تخفيض راتبه يعني الاهل عايز يجدد له موسيم واحد بالقيمة المالية اللي عالي معلول بيتقاضها دلوقتي اوي الاهل يجدد له موسيمين ومع ذلك ينزل بالراتب بتاعه لان عالي معلول اعلى راتب في النادي الاهلي هو محمد الشناوي واكد المصدر داخل النادي الاهلي بيؤكد ان لجنة تخطيط في النادي الاهلي والجهاز الفن بقيادة مارس القولر تمام حيعملوا اجتماع خلال الساعات اللي جاية لحسم ملف تجديد عالي معلول بعد ان اصبح الفريق في ورطة كبيرة جدا لعدم تدعيم الجبهة اليسرى في يناير اللي فات واضاف المسؤولين في النادي الاهلي ان هم قدموا عرض كبير جدا وعرض اخير لعالي معلول لو ما وفقش عليه خلاص لللاعب يتمثل في التجديد بنفس الراتب الحالي الذي يتجاوز المليون دولار في الموسم مع الحصول على ربع قيمة العقد بالجنيه المصري يعني ايه؟ يعني النادي الاهلي عايز يجدد لعالي معلول ويدي له مليون دولار وباقي العقد يغدو اللاعب يغدو بالجنيه المصري ده طبعا اللي عالي معلول رفضوا عالي معلول رفضوا نهائيا طيب رحيل عالي معلول على النادي الاهلي دي هتكون مفاجأة من العيار السقيل مفاجأة من العيار السقيل في النادي الاهلي يبدو كده ان فيه فعلا مفاجأة يعني يبدو فعلا ان رحيل عالي معلول هيبقى مفاجأة كبيرة جدا وترند ما فيه بعدش ما فيش بعد كده ترند بشأن مستقبل التونسي مع فريق النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة في ظل تقارير تتحدث عن رحيله وقالت الاعلامية رهام حمدي في تصريحات لقناة ان الموسم الحالي سيكون الموسم الاخير لعالي معلول مع النادي الاهلي لسبابين ركز معا يا صديقي وحط لايك ووصل الحلقة دي لكل الناس اول حاجة ان عالي معلول الراتب بتاعه كبير جدا يتخطى المليون وستمائة الف دولار في الموسم ثانيا هو فارق السن وعامل السن وان معلول لم يعد يؤدي ما كان يؤديه من قبل في السنوات الماضية وقال كمام الاعلامية رهام حمدي قالت ان قولر لم يطلب رحيل علي معلول عن النادي الاهلي ولكنه قرار شركة الكورة ولجنة التخطيط بالنادي ومعلول حاليا يبحث حاليا عن عرض خليجي في الموسم المقبل والاقرب نادي النصر السعودي او الهلال السعودي ده بالنسبة زي ما قلت لحضراتكم معلول بياخد مليون وستمائة الف دولار في الموسم يعني معلول يخش كده على الخمسة وستين مليون جنيه في الموسم تمام فاللي وضحت الكلام ده مين الاعلامية؟ رهام حمدي رهام حمدي كمان اكدت اكدت الاعلامية رهام حمدي تمام بتكشف بالاسماء بالاسماء تمام ان لاعب زد على ردار النادي الاهلي لاعب زد على ردار النادي الاهلي وكمان زي ما قلت لحضراتكم معلول بيناور بعرض سعودي 8 مليون دولار اللاعب هيتقضاهم فالنادي الاهلي مش عايز ياخد الضربة القضية دي بالنسبة لعالي معلول بالنسبة لعالي معلول 3 شروط تهدد استمرار عالي معلول مع النادي الاهلي في الموسم الجديد اسمع مني يا صديقي عشان اقولك الكلام ده كويس جدا بات استمرار التونس عالي معلول الزهير الايصر لفريق الكرة بالنادي الاهلي داخل اروقة القلع الحمراء في الموسم الجديد محل شك في ظل عدم توصل اللاعب الاتفاق مادي مع ادارة النادي بشأن التجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وعلى موقع القاهرة 24 ان هناك 3 شروط وضعتها ادارة النادي الاهلي من اجل تجديد عقد عالي معلول مع الفريق اولها ان تكون مدة العقد الجديد سنة واحدة في ظل ارتفاع عمر اللاعب وصعوبة استمراره في الملاعب فترة طويلة والشرط التاني انه يحصل معلول على راتبه بالعملة المصرية في ظل وجود ازمة في توفير الدولار في الدولة المصرية والشرط التالت ان يتم تخفيض قيمة الراتب السنة ولللاعب في العقد الجديد حيث يحصل حاليا على مليون وخمسمائة الف دولار في الوقت الذي يرغب في مسؤول الاهلي دفع تمنمائة الف دولار كراتب سنوي لللاعب علي معلول يمتلك عرض خليجي عرض خليجي مميز من الدور القطري والدور السعودي وينوي تقديمه لمسؤول الاهلي للرحيل بشكل ودي نهاية الموسم خاصة وان معلول يبحث عن الخروج من الباب الكبير للنادي الاهلي ويرفض مماطلة النادي الاهلي لان معلول بيعتبر نفسه من احد ابرز اللاعبين الاجانب في تاريخ النادي الاهلي حيث قضى 8 سنين داخل النادي الاهلي قدم خلالها مستويات مميزة وحصد العديد من البطولات على مختلف المدربين اضافة الى مساهمته في 129 هدف كأكثر المحترفين في تاريخ النادي احرازا للاهداف ده بالنسبة لقصة علي معلول ياريت انت كمان صديقي تقول لنا هل تتوقع رحيل علي معلول بالفعل عن النادي الاهلي في نهاية الموسم؟ ولا لا اكتبونا في التعليقات كل ده بشكرك يا صديقي انك كملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير مع السلامة اشتركوا في القناة